أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تعرضت له بلدة حوارة جنوب نابلس من اقتحامات المستوطنين واعتدائهم على المواطنين الفلسطينيين الخارجية ذكرت أن الاعتداءات تمت بمشاركة جنود جيش الاحتلال وأدى المستوطنون رقصات استفزازية وسط بلدة حوارة وطلبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين